الاكثار من الثناء على النفس الاعتداد بالرأي النفور من النصيحة ازدراء الناس والترفع عليهم كلها اعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران انه الغرور فكم اغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق واهم اسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره وقلة العلم باسمائه وصفاته الغفلة عن حقيقة النفس والجهل بطبيعتها وعيوبها تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات الاعتداد بالنسب او المكانة الاجتماعية او كثرة المال التصدر للناس قبل النطج العلمي والتربوي ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ واضرار وخيمة منها الحرمان من التوفيق والهداية فالهداية تنال باصلاح القلب ومجاهدة النفس قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا العجز والكسل عن العمل لظنه انه قد بلغ المنتهى وراثة الكبر والعجب وغيرهما من امراض القلب نفور الناس منه وكراهيتهم له الانهيار عند الشدائد والمحن فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون احوج اليها ويفقد عون الله ومعيته قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا قال تعالى في وصايا لقمان لولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور